هذا وتمكنت كاميرا النهار من رصد مشاهدة صادمة وكارثية للمحيط الخارجي للمؤسسة الجزائرية لإنتاج مواد البناء بتارغا بعينت موشان دايمن فإدارة المؤسسة التي تكتسي طابع البناء والتعمير لم تكلف نفسها عن ترميم جدران المؤسسة التي سقط جزء منها ويتهدد السقوط الزان أخرى واكتفت بحماية الجدار بأكوام من الترعب التفاصيل مع كمال معزع بي ثانية ما قدوش طايع عوضو رهم كلينا بالتراب ضياجة تعترب هايو غدا يطيح ورهم لهي حيط راه طايع راه عند عامين بالله راه طايع هاكو وهذا رفيد السنين هو هاكو مثل شركة بناء هادي ركتشوف فيها عندهم كلش ما قدو يديروا ولو عندك ومدير دخله جديد ما قدوش طايع عوضو شركة